اهلا بكم في النشرة الثقافية نظمت هيئة البحرين للثقافة والأثار في بيت السلال فعالية حوار مع حرفي وذلك ضمن مهرجان ربيع الثقافة الثامن عشر وجزء من سلسلة حوار تعرف بالحرفيين البحرينيين وحرف ومهن أبائهم واستضافت الهيئة كل من النخلاوي السيد صالح جعفر حسن وحرفية السف زينب عبد الجبار وعرف هذا اللقاء الجمهور بالحرف والحكايات والمنتجات المتعلقة بالنخلة والتي تعد جزءا من التراث الثقافي غير المادي لمملكة البحرين افتتحت مساحة فولك للفنون المعرض الفني وسط المدينة للفنان العراقي سنان حسين وتمتع الحضور بتجربة الوقوف أمام لوحات تعكس رؤى الفنان في الإبداع وبحضور جمهور الفن التشكيلي في مملكة البحرين وقدم لهم المعرض جرعة عميقة من الأفكار ذات الطبيعة الإدرامية من خلال اللوحات التي تعكس تأثر الفنان سنان حسين بالبيئات التي عاش فيها مع استحضار عناصر تجمع بين الحياة الفطرية كالنباتات والحيوانات وبين الحياة المعاصرة كالدماء والمهرجين هذا ويستمر المعرض حتى الثلاثين من شهر مارس مستقبلا متذوقي الفن ومحبيه بمساحة فولك للفنون الكائن هو مرتبط ارتباط كبير بالطبيعة فكيف نحول الطبيعة من حالتها المركزية إلى حالتها الفكرية فحاولت من خلال الرؤى الموجودة في أدة مدن أنه أأخذ جزء بسيط من كل مدينة وأحولها إلى رؤية فكرية المعرض فكرته كان داونتاون مركز المدينة هو مزيج من مشروعين عنده المشروع الأول هو مركز المدينة والمشروع الثاني هو كاكي الكاكي هو كائن استغرق سنان فترات طويلة من التجربة وكثير تجارب ومر بها علشان ينولد علشان يحذر البشرية من كل التلوثات والمشاكل التي تصير بالعلاقات الإنسانية أيضاً مو بس بالعلاقات الإنسانية بمشاكل معاصرة أحيت الفنانة أروى السعودية في مركز الشيخ إبراهيم بن محمد الخليفة للثقافة والبحوث أمسية غنائية أنوانها موشحات عربية أنتقت نصوصها من تنوع لوني موسيقي يمزج بين الموشحات والكلاسيكيات وذلك في إطار الموسم الثقافي بلا جنون لن نفعل شيئاً وضمن مهرجان ربيع الثقافة في نسخته الثامنة عشر أعلن المهرجان الدولي للتصوير إكسبوجر عن فتح باب باقتناء الأعمال الفنية أمام الجمهور كاشفاً عن مجموعة حصرية تتألف من 2500 صورة من إصدارات محدودة لأعمال أشهر مصوري العالم الحائزين على عدد من الجوائز العالمية ويوفر المهرجان فرصة لاختيار أعمال فنية التقطتها عدسات 400 مصور من رواد عالم التصوير بأساليب وتقنيات ورؤى فنية وجماليات إبداعية موزعة على 90 معرضاً فردياً وجماعياً كما يتيح لهم خدمات التأطير والطباعة الفورية كما ينظم المهرجان جولات إرشادية على المعارض برفقة المصورين للتعرف على الرؤية الفنية والعوامل الملهمة والعمليات والمراحل الإبداعية والقصص المرتبطة بأعمال المصورين بشكل مباشر نظمت الجمعية العمانية للمسرح جلسة حوارية بعنوان مهرجان الدن الدولي للتطلعات والتحديات والنتائج وتحدث في الجلسة كل من محمد النبهاني رئيس فرقة الدن للثقافة والفن ومحمود الأغبري رئيس الفريق الإعلامي بالفرقة المسرحية مشيرين إلى الحاجة للمهرجانات المسرحية في سلطنة يعمال بهدف استمرارية الحراك الثقافي وتعزيز جهود الفرق المسرحية والمثابرة على الزيادة من الانتاج الفني التنفسي وما يحققه من استثمار في القطاع الثقافي ترجمة نانسي قنقر